سيعودون للمباشرة بأعمالهم التنفيذية خدمة لأبناء شعبنا العزيز جملة من خلالها رفض رئيس الوزراء العراقي محمد الشعاع السوداني استقالة ثلاثة وزراء مكابنته الوزرية متمثلين بوزير التخطيط والصناعة والثقافة والتي جاءت على خلفية إنهاء عضوية الحلبوس من منصب رئيس البرلمان بعد قرار المحكمة للتحادية العليا في البلاد أعتقد الآن أكون نوع من التسويات التي حصلت خلال هذه الفترة من خلال ما صدر وأعتقد أنه اليوم العملية السياسية ما تتوقف على شخص رغم أنه له تأثير كبير حسب ما قرأنا وسمعنا وما دار في الأفق السياسي والإعلامي أن الأمور ستستمر سيتم انتخاب رئيس برلمان جديد وفق القانون وفق النظام الداخلي لمجلس النواب إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي نفق سياسي شبه مظلم دخل فيها العراق على خلفية قرار إنهاء العضوية أجتماعات هنا وهناك وتساؤلات حول من سيشغل مصب رئيس مجلس النواب ولا سيما بعد تقديم طلب من البرلمان إلى مفوضية الانتخابات للتدخل وإعلامهم باسم المرشح الحاصل على أعلى الأصوات من المرشحين الخاسري في الدائرة الانتخابية الأولى في محافظة الأنبار والإعلان عن جلسة استثنائية لاختيار من سيشغل المصب لا بد أن تسيغ سفينة الدولة العراقية ولا بد أن يكون هناك رئيسا للبرلمان أنا أعتقد الآن النايب الأول وقع على إعفاء سيد محمد الحلبوسي وبالتالي اليوم أو غدا خلال هاليومين القادمين سوف يكون هناك حسم لرئاسة البرلمان من خلال فتح باب الترشير أو أن يكون هناك اتفاقا سياسيا ما بين الكتل السياسية في تقديم الشخصية من خلال طريقة التسكية وبالتالي اتفاق على هذه الشخصية التي يمكن أن تخلف السيد الحلبوسي قانون مجلس النواب وتشكيلات رقم 13 لسنة 2018 قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية الحلبوسي لم يقف عند زعزعة الاستقرار السياسي الذي تعاشه البلاد بل أثار موجة تساؤلات بين الأوساط الشعبية بشأن موعد إجراء الانتخابات المحلية المزمع أجراؤها في كانون الأول ديسمبر المقبل بعد الاستقرار السياسي الذي شهده العراق قرار الإقالة شتط الوضع من جديد ليدخل السودان على خط الأزمة ويهدأ مما جرى برفض استقالة وزراء حزب تقدم وإن العجلة السياسية لا بد أن تسير باختيار رئيس جديد للبرلمان كما يرى المراقبون هنا شروق الغانم اليوم بغداد ترجمة نانسي قنقر